مساء الخير عزيزي المشاهدي قناة شاشة قناة النادي الأهلي أهلاً ومحاولاً بكم وحلقة جديدة من المجري النهاردة هتكلم مع حضراتكم على جزئية مهمة جداً ممكن تكلمنا فيها قبل كده واتكلمنا فيها كلام بسيط لكن اللي أنا عاوز أقوله إن إحنا الفترة اللي جاية الدورات بدأت كل العالم كله وإحنا الدور بتاعنا لسه بدأش هيبدأ تريباً 16 أكتوبر وهينتهي في يونيا ليه؟ عشان كلنا هنتفرج على كاس العالم ومصر مش موجودة فيه مصر بحجمها واسمها وكيانها اللي موجود أكتر من 120 مليون مواطن مش عارفين نعمل منتخبات كويسة وإحنا شوفنا المنتخبات اللي هم الصغيرين الناشئين والشباب ومش عارف إيه راح لعبوا في البطولات العربية رجعوا يد صفرين اليد زي ما بيتقال رجعوا ومفيش أي حاجة خالص هل في محاسبة للناس دي أنه إحنا كنا فين وبقينا فين؟ أنا بقول لكم إحنا بشأن صلح حالنا في كورة القدم إلا إلا نشتغل على قاعدة لازم ننسف حمامك القديم لازم نتنسف خلاص إحنا ما عندناش سيستم نمشي عليه لو اشتغلنا كويس وعملنا قاعدة كويسة القاعدة دي عبارة عن إيه؟ القاعدة دي اللي هي إذا ما يكون مثلا واحد بيبني برج أو عمارة كبيرة قوي عاوز يطلع عشرين دور هل عشرين دور بيطلع على دور أو دورين بيعملهم كأساس؟ ده بيعمل يجي حاجة قد الأدور العمارة دي عشان بينزب في الأرض إحنا بنتكلم على القاعدة القاعدة إيه هي؟ القاعدة عندنا إحنا لازم نشغل الناشئين لازم نقوي نقوي بطولات الناشئين إحنا بطولات الناشئين وقبل كده تكلمنا فيها معظم اللي بلعبوا في الأعمار السنية بتاعتهم كلهم مزورين وللأسف منطقة الكورة اللي هي تابعة لكل محافظة عارفة الكلام ده فالكلام ده ما ينفعش إحنا تملي بنشتغل على مصيبة بتحصل نقول لك إيه الحد إحنا هلعب تصفات كاس العالم بنبدأ تصفات كاس العالم كل مرة مرات الأخيرة بنخسر وبعد كده يقول لك إيه لأ دي إحنا هنبدأ من جديد نبدأ من جديد في إيه؟ نبدأ من جديد في إيه؟ لازم نبدل قاعدة صح لازم نشتغل مع ناشئين صح وجبنا من كده المدربين ونجوم بيشتغلوا في قطاعات الناشئين وتكلموا على الفساد اللي فيه وأنا يعني السور هنا بقول كلمة فساد كلمة فساد دي وما فيه فساد إداري وفيه فساد مالي إحنا الدور العام عندنا لسه مفدأش وده ليه؟ لانت رقمات قديمة إحنا الدور هيبدأ 16 أكتوبر وهينتهي في يوليا أو في يونيا أتمنى أنا الكلام ده بقوله أتمنى إن الدور دوة يمشي حسب الجدول اللي هيحصل يتحطي جدول من بداية الموسم لنهاية الموسم ببص أحياناً بلاقي جدول الدور العام يقولك أصلي فيه جهة ما قادي تلاقي الماتش ده ما ينفعش هنأجله تبص تلاقي النادي يقولك لا ما لعبوش دلوقتي هلعبو بعدين الكلام ده ما ينفعش يا جماعة مفيش حاجة في العالم مش حاجة في العالم كده إحنا بشوف الدور الإنجليزي بيبدأ في يوم كذا وبينتهي في يوم كذا بيبدأ في الساعة كذا وبينتهي الساعة كذا إحنا نفسينا كان زمان إحنا كنا كده زمان كان عندنا السيستم صح لذلك إحنا آه إحنا كان عندنا نجوم كتيرة جداً وكان عندنا مواهب فين المواهب دلوقتي مفيش مواهب ليه؟ لأنه مسابقات الناشئين اللي بتتعامل زي ما قلت لكم الأعمار السنية اللي اللي عيبة بتشارك فيها تلاقي واحد عنه 18 سنة واحد عنه 13 سنة طب إزاي فين تكافؤ الفرص عشان كده بقولي اتحاد الكرة سمي كده وانت بتبدأ موسم جديد وقولينا نزل الجدول بتاعك فتقوليش أنا بنزل ثلاث أسابيع لا أربع أسابيع لا مش عارف إيه وبعدين يدخل الجمهور هيحصل إيه بدخلنا الجمهور مش فيه دلوقتي شركة تسكرت هيا اللي بتبص وعارفها مي اللي بيخش وشوفنا ربط الأندية المحترفين ادي جزئات على الأندية عاوزين يشوف الملاعب مليانة عاوزين نرجع تاني لحالتنا اللي كنا فيها مكسرين وفيها إفريقيا وده بيدينا احنا مش بيدي أي حد تاني مش بحكاية تاني يجيب مدرب أجنبي عشان نصلح للمنظومة لا 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 الكلام ده كله فاضي منهم ممكن يجيب مدرب أجنبي غالي جدا وبياخد مرتبات عالية جدا وما عندهش الماتيريا اللي هو يبدأ اشتغل بيها العملية مش عملية إن أنا اتعاقدت مع مدرب عالمي طب وبعدين عندك نظام البطولة فاشل البطولة بتبدأ بليحة وتنتهي بليحة بتيجي الحكام بيفسدوا لك الدوري العام وأوكاس مصر والكلام ده كله العالم كله يا جماعة احنا بشوف دلوقتي الفار على مستوى العالم الفار حتى عملوا تقنية جديدة للفار عشان يسهل العملية احنا بناخد بالساعة في ناس بتاخد بالعشر دقايق ويا ريتها بتضاف للوقت المحتسب لا ده بيضاف وبعدين بييجي ما بيضافش وييجي في الآخر يقول لك يوم مصفر يقول لك لا دي مش مالها بتوقف الماتش كله ده عشان خطر ايه مش في ناس أعادة على الفار جوه مش في ناس أعادة على الشاشات بتبصك على الكلام ده كله فانا أتمنى من اتحاد الكورة اللي هو مسؤول عن اللعبة في مصر اللي هو أساس كل شيء اللي هو بيحط للنظام اللي بيعمل السيستم لكورة القدم يبقى فيه مسابقات للناشئين على مستوى عالي عشان نقدر نطلع مواهب احنا شوفنا الناشئين وشوفنا الشباب في البطولات العربية مفيش حاجة خارس محققوش حاجة اه أكسب اليمن أكسب مش عارفين كلام ده انتعال مع الفرق اللي هي عندها لعيب الكورة كويسة مش هتكسب ايس على كده احنا أخذناش البطولة العربية السنة الموسم اللي فات ولا شوفنا الأمم الأفريقية اللي احنا خسرناها ولو صرنا كاس عالم طب فيه ايه تاني احنا مئة وعشين مليون الناس اللي بيدينوا الكورة في مصر فوقوا شوية فوقوا خلي منظومة متكاملة يمكن الحكام بدأت تتعادل شوية لما الراجل الانجليزي جيه طب الكلام ده احنا معرفش نعمل الكلام ده وما اللي بنقول الحكام تتعادل موطة اللي قاوة في افريقيا ومكسرة الدنيا في افريقيا واحنا هنا في مصر محلك سير هو فيه ايه لما بدأ الراجل ييجي عشان بدأ مفيش مجاملات اللي بقت ماشية زي الساعة طب ما احنا نمشيش ليه لازم نجيب واحد اجناب عشان نمشينا زي الساعة لازم نعمل مسابقات اي كلام للناشئين وما اللي هتطلع مواهب منين بتطلع مواهب منين كلام ده كله لازم اتحاده الكورة بيعنده وعي واحترام كل الناس الموجودة مع ربطة الاندية المحترفين مفيش مجاملة السنة اللي فاتت كان فيه مجاملة في كل شيء بش اقول نادي على حساب نادي كان مجاملة في كل شيء ممكن لنادي على حساب نادي او ممكن النادي حيقع تحت مكان نادي تاني ده كان بيحصل مش عيب اقول لكم كان بيحصل بدأت المنزومة في الاخر خالص ها بدأ اتبان فهما الجدول المحبوط السنة دي هو لسه منزلش الجدول العام وعشان كده عندوكو وقت زباطوا نفسو كويس انا عارف ان الحكام بتستعد دلوقتي وده برضو نصيحة لاتحاد المصر كورة القدم اللي بيقولك دلوقتي الحكام تابع الاتحاد دي المفهود بقاش تابع الاتحاد دي مفهود تابع الربطة العالم كله ماشي كده وما احنا بيقول ربطة لأندية المحترفين ليه هذا الحكم محترف مش محترف هيبقى تحت مظلة اتحاد الكورة عشان الناس اللي بتلعب بصابحها ما ينفعش ما ينفعش لازم لجنة الحكام تبقى لجنة منفصلة عن اتحاد الكورة طول ما هي في اتحاد الكورة طول ما هيحصل للمنظر شفتوه السانة اللي فاتت ده احنا نحمد ربنا اللي شفناه في التحكيم السانة اللي فاتت ده بيش اقولك بقى ممكن واحد يقولك نبتتكلم على عشان نادل اه لا انا بتكلم على معظم في عندية كتير قوي في عندية تظلمت في عندية تظلمت اه فعشان كده انا بقول لجنة الحكام السانة اللي فاتت خلصت بحلوها حلوها ومراها وكل حاجة احنا بنبدأ صفحة جديدة تصور بقى لو حكام الاخطاء اللي هي عملتها السانة اللي فاتت دي لو فيه جمهور الدور ده مكنش هيكمل مكنش هيكمل فعشان كده بقول للمسؤولين فكروا كويس قبل ما يطلع الجدول فكروا والماتشاد دي هتتلعب ولا لأ وبعد كده انا عاوز اعرف احنا اتحاد الكورة احنا ليه منعين النادل اهل روح يلعفل اسماعليه وبرسعيد ليه احنا مصريين كلنا مع بعض يا جماعة حط نظام وحط ليه منعين الجماهير تيجي سلاد القاهرة هلوقتي مشوف في الدول العربية كلها جمهورها حاجة تفرح في الملاعب اللعب بتاعتنا بتفاجأ لما بتروح تلعب برا ملعبها من الجمهور ده بيأثر على اللعيب اه بيأثر على اللعيب ضغط عصبي وضغط نفسي على اللعيب طيب ما احنا كنا بنلعب قدام 120-130 ألف متفرج هنا في استاد القاهرة في دور عام مش يقول لك ما تشاد دولية فعشان كده اتمنى اتمنى ان شاء الله ان الجمهور يرجع تاني للملعبنا ونبدأ سيزن بقى نحس ان احنا عندنا كورة وزي ما الناس كلها عايشة يا جماعة برا احنا بص لقى ألفين يعودوا في المدرج مش بينين وبعدين بص لقى بقى أم خمسة ووقفل على كده وبقية المدرجات يقعدون في حتة صغيرة كده وسيبين الملعب كله فاضي ما حاش بيعمل كده في الدنيا دي بش كورة يان ديروا كورة صح يان ما نلغي الكورة وانو خلاص بقى بلاها كورة بلاها كورة لان الكورة دلوقتي احنا المفروض بقت صناعة والصناعة دي بتحسن من دخل ناس كتير جدا في الوسط الكورة عندنا بتخسر اه الكورة بتخسر لان اولا ما فيش المتعة لو انت قاعد في الملعب مع القهار بتاعت الجماهير انت دي معدومة من عندنا الاول كان الجمهور بيحمسك كان بيخليك عامل استعدادك قبل المباراة انا مش عايز اروح الجمهور زعلان انا مش عايز الجمهور ده عايزوا يزقطط ويفرح هي يا جماعة الكورة هي مصدر السعادة للشعب المصري دي كورة بيش في بالنا خالص احنا مدخلين الكورة في حاجات تانية خالص لازم نفوق شوية لازم نفوق ولكم الكورة دي دي ممكن تدخل لمصري دخلي غير عادي مين بعد محمد صراحه والنيني وزا جاند ريزي جي بص انت على فرق بتاعت السنغال بص على غانا بص على الكاميرون بص على كل الفرق اللي بتلعب على مستوى قارة افرقية واللعيبة بتاعتها محترفين برا ده فيه فيه السنغال دي عندها بحاولي ربعان وخمسين لعب محترف بتلما بتيجي اللعبة بتلعب منتخب عالم مصغر وفعلا انما احنا عندنا احنا بنعتمد على محمد صلاح لو محمد صلاح بيش فيق كل سنة وانت طيب فاتمنى من المسؤولين عن كورة القدم المصرية انهم يفوقوا ويفوقوا اسم البلدنا بلدنا اسمها كبير وكيانها كبير ومركزها في احسن حتة في العالم فعشان كده اتمنى ان الدور العام يبقى نموذج طيب بالنسبة لكورة المصرية ألاقي جمهور في الملعب ان شاء الله خليه يا اخي خمسين ألف لو احنا مش هنسطر خمسين ألف خلاص نلغي الكورة ما هي شغلانا نلغيها خمسين ألف والربطة لأندي المحترفين ده بتخش بالتسكرة بتاعته وبيسيب التحقيق الشخصية بتاعه واللي بيطلع عن الحدود زي في العالم كله بيتحرم من دخول الملعب نعملها مع اثنين تلاتة اربعة خمسة بالكتير هتلاقي الملعب ده ماشي زي الساعة اي نعم هتقولي الزمان الزمان كان غير للوقت لأ فعشان كده انا بقول عايزين نشوف دور عام وزبوط هيبدأ يوم 16 اتمنى ان ما تأجلش اسبوع ورا اسبوع ماتش ده لأ نجامل الفرقة دي لا مش عارف ايه لا لا ايه نضغط الدور العام احنا عندنا يوم 16 اكتوبر لحد نوفمبر وبعد كده خضر راح تعيب بعد كده هتمشي زي الدوريات العالم دي كلها اي نعم احنا هنتفرج على كاس العالم واحنا مجونا مجونا حزنانين قوي في حزنة لان بحجم مصر وكل الشاب المصري بيعشق كورة القدم مش موجود في كاس العالم ليه ليه احنا لو هنتشغالين صح نروح كاس العالم كل اربع سنين نروح زي ما الدول العربية معظمة كله بيروح احنا بش اقل من الناس دي احنا بش اقل من الناس دي كلام كتير اوي معلش انا طاولت عليكم لكن انا هفضل اتكلم كده لحد من المنظومة كلها تتعدل لان كلها في صالح مصر مصر الحمد لله دلوقتي طلعة طلعة لو كورة او اي حاجة تانية هتوقعها بلاها كورة وبلها اي رياضة تانية انا بقولك كده بكل امانة لان الواحد حزين وزعلان ان فرقة زي منتخب مصر وعندك نجوم كبيرة ونجم علامي زي محمد صلاح واحنا بعيد عن كاس العالم فيه اقل منك راح تكاس العالم ده ليه مجاش بالصدفة لا احنا ما عندناش تغطيط